اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القدس الشريف وتكرار اقتحام المسجد الاقصى دون مراعاة لحرمته وقدسيته فضلا عن حصار قطاع غزة الامر الذي يدل بان هذه الممارسات انما تشكل عائقا رئيسيا في سبيل استئناف المفاوضات بسبب هذه الممارسات البغيضة ان المملكة البحرين تساند وتدعم قضية الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية وتتبنى قضيته بشكل كامل وفي نفس الوقت يساورها القلق العميق ازاء التطورات المتلاحقة من جراء استمرار ممارسات الاحتلال الاسرائيلي سياسته تلك وجرائمه المستمرة القائمة على القتل والحصار والاستيطان والتي تشكل تحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الامم المتحدة والمواثيق الدولية غير مكترثة بحجم المعاناة الانسانية الاليمة التي تلحقها بالشعب الفلسطيني لم تعد سياسات اسرائيل مجرد مخططات تقوم على فرض واقع جديد لتغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة من اجل طمس هويتها ومعالمها في محاولة منها لعزلها عن بقية الاراضي الفلسطينية التي اضحت بمثابة انتهاكات صارخة وممارسات يائسة امام الجميع فاقتحام المسجد الاقصى المبارك اصبح يمارس بشكل منهجي ويمنع فيه اداء الصلاة واقامة الشعائر الدينية اليومية مما شكل استفزازا لكافة المسلمين في انحاء العالم لذا فمن الاهمية بمكان تكثيف الجهود لدى المجتمع الدولي والدول الصديقة واستمرار التحرك على الساحة الدولية للضغط على اسرائيل لاجبارها على وقف تلك الانتهاكات الصارخة في الاراضي الفلسطينية والالتزام بمرجعيات عملية السلام التي كانت الامل الوحيد لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف ان القرارات الاخيرة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو التي اكدت على الهوية الاسلامية للمسجد الاقصى وعدم احقية اليهود فيه هي قرارات همة تؤكد على حقوق الفلسطينيين في هذه الاماكن المقدسة وان مملكة البحرين تؤكد باستمرار تأييدها التامة في قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وتدعو المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود من اجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الامن بلعام 2642 لعام 1967 و338 لعام 1973 و1397 لعام 2002 و1515 لعام 2003 بشأن حل الدولتين ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية التي تدعو الى انسحاب اسرائيل بشكل كامل من الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومن جميع الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ونيل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته